ايه كمان? عايز اتكلم قبل ما اروح للنقطة اريد اتكلم على حاجة مهمة جدا 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 نهاردة كان بيعملها وسامة ابو علي. اه. في حاجة في الكرة يا كريم اسمها كيرفد بريسنج رن. يعني ايه? يعني ان انت بتضغط على اللعيب بقوس. يعني انت مش رايح تضغط على سنتر باك واقف بتروح تضغط عليه لوحده. اه. انت دايما بتخبعك اتنين. اول ما والت. بتضغط. احمود الشاكر ببصلك وانبهر. اه. انا بصروف عليه. بصلك بصرو منسية جدا. فوسامة يا كريم. اه. يمكن فيه لقطة 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 لنجيبها من المباراة. مش مش باينا اوي من المباراة نجيبها من المباراة تانية. توضيحية يعني. لما تجهز معانا. بصها كريم. اللعيب اللي معمول عليه المربع اللي اسود ده. المعمول عليه المربع اللي اسود ده. هو بص بص حركة الرجلين. هو رايح يضغط. عشان يعمل ايه? علشان يضغط على العيب رقم واحد اللي استلم الكرة. ويقفل زاوية التمرير بتاعة العيب رقم اتنين. فانت ده محدش بيقول له عندي اللي اعمل كده. هو عارف كويس وبيضغط ازاي. هو متعلم يضغط ازاي. وسامة ابو علي كان خط الدفاع الاول للنادي. الناس كتير بتتكلم الترجي فرقة مش قوية. الترجي مش احسن شيء. الاهلي تنظيم والدفاعي اللي كان اول خط فيه وسامة ابو علي النهاردة. واللي خلى منظر الترجي طول الوقت. ولما كان بيعمل كده وسامة ابو اربعة. كان بيقل بيحصل ايه. الاتنين مدفعين وقفين. والراجل بيضغط على الاتنين دايما. فلما ييجي يضغط على الاتنين. فبيطر يعمل ايه الترجي يا كريم? يطر يلعب الكرة الطولية. فانت لما تكبره طول الوقت ان نلعب الكرة الطولية. فانت اكبرت انه ما ينفش اي حاجة من التدرج الطبيعي بتاع الهجمة. النقطة التانية المهمة جدا. ايه? سورة مباراة. لا لا لا. سورة مباراة. مباراة بيكلم عنه يعني. في وقت ما كان ديجو سميوني مكسر الدنيا مع تلكم مدريد. كانوا يبين حاجات زي كده كتير. انه ازاي. هو ديجو سميوني ما بيشتغلش الدفاع اللي هو التقليدي. اللي هو. بيرجع بفلوك ويدافع بطل فرق الدفاع. لا لا. ما هخلي اي منافس عنده مشكلة اصلا في الخلوج من الكرة بالكرة من اول حارس المربع يعني. ده كريم اللي هقفل زوية التمرير. ده اللي هو. انا بضغط على واحد. ما خلوش هي طول الوقت. كان بينزيل يمسك لعيب الارتكاز. اللي هو رجيء اهوله. عشان رجيء اهوله هو اللعيب اللي بينزيل اخده الكرة يستلم بيها. وكان بيعمل ايه? اول ما يلاقي الرجل هي يسقط تحت. ويلاقي ان الخط التاني بتاع الضغط بتاع الاهلي. اللي هو اكرم ومروان. كان بيعمل ايه? سلمهم لعيب الارتكاز. ويطلع يضغط تاني بالكيرفت بريسنج جران على الاتنين المدافعين. فلما بيعمل كده اللي بيحصل? انت حرمت تلات لعيبة من الترجي. انه هما يستلموا الكرة تماما في المنطقة دي. في النهاية وصلتوا انه هو طول الوقت عمال يعمل كرات طولية كرات طولية. عشان كده ظهر الترجي بالشكل الباهت. اللي بالمناسبة. الناس عنا بتتكلم على في مباراة الترجي وسانداونز في تونس. خطفوا خطفوا سانداونز باتنين. واحدة تم تسجيلها واحدة شالها ويليمز الحارس. قدروا يعملوا اتنين على سانداونز بنفس الشكل ده. اللي هو انه هو بيطلع بالكرة مستريح سانداونز وكانش بيعمل الضغط اللي بيعملوا النادي الاهل النهاردة. فالاهل هو اللي اكبر الترجي بشكل وحش النهار. نحس ان واحد بيعمل الحتة دي في منتخب مصر. نصطف محمد طبعا. ويوسف النصيري عملها في كاس العالم مع المغرب. لو شوف تفتتكلم على لي بعمل ازاي? هيتفتتكلم على ايه كمان?